استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من ملفات عمل وزارة البترول وذلك خلال اجتماع مع وزير البترول طارق الملة وأكد مدبولي حرص الحكومة على عقد اجتماعات دورية مع الوزراء المعنيين للاتمئنان على الأرصدات والاحتياطيات من السلع خاصة الاستراتيجية وخلال الاجتماع أشار وزير البترول إلى أن الاحتياطيات من جميع المنتجات البترولية مطمئنة رغم تحديات الاقتصادية العالمية كما كشف عن أن أكثر من نصف عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها على مدار 42 عاما تحقق في آخر ثماني سنوات فقط وأشار إلى أن تحويل 9000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي الشهر الماضي هو معدل يتم إنجازه لأول مرة